تصفيات القارة الصفراء نحو مونديال روسيا تنطلق بمواجهات قوية أبرزها قمة لبنان مع الكويت إضاءة على أبرز مباريات الجولة الأولى في التقرير التالي السباق إلى ملاعب روسيا والإمارات ينطلق على وقع مواجهات قوية الأنظار تتجه إلى بوابة الجنوب اللبناني حيث ملعب صيدة والذي يحتضن المنافسة المتجدد بين منتخب الأرض وضيفه الأزرق الكويتي اللبنانيون سيتنسون انقسامهم ويتوحدون خلف الفريق الوطني النقاط الثلاث لا تقبل القسمة إذ يتفق المنتخبان على صعوبة مقارعة الشريك في المجموعة الشمشون الكوري الجنوبي المباراة همة جدا لكلا المنتخبين الكويتي فريقه منظم ويمتلك العناصر المميزة البداية الجيدة مهمة بالنسبة لنا تحضيراتنا نموذجية والأجواء ملائمة أعلم الكثير عن الكويتيين ولا يمكنهم مفاجأتي التفاؤل يسود معسكر الأحمر بالرغم من نكسة غياب المدافع بلال نجارين والمهاجم محمد حيدر المدرب المونتينيجري ميودراغر دولوفيتش حشد الخبرات لمواجهة الأزرق النجم رضا عنتر في طالعة الموجودين ويوسف محمد فضلا عن حسن معتوق إلى باقي نجوم الدور المحلي وأكيد عم نحضر جيد مع المباراة أكيد لعبيننا آخر السنتين معهم وبيعرفوا عننا كتير ومناعرف عنهم كتير كتير مهمة هذه النتيجة أنه نفوز بهذه المباراة لأنه بتفتح لنا مشوار كتير طويل ويدخل الكويتي اللقاء مدخما بالإصابات المدرب التونسي نبيل معلول قلق بشأن الجانب الدفاعي لهذا سيعمد إلى تكثيف خط الوسط بوجود المخضرمين مساعد ندا وبدر المطوع وفهد لعنزي ويلتقي في المجموعة ذاتها لاوس مع ميانمار الفلسطيني يحل ضيفا على السعودي في الدمام بعد نقله من رمالة في أول لقاء رسمي بين الطرفين الفدائي يأمل بتحقيق مفاجأة أمام الأخضر بالرغم من غياب النجم أشرف نعمان وعبداللطيف البهداري وينتظر أن يتصارع السعودي والإماراتي على صدارة المجموعة الأولى المنتخب السوري يطمح ببداية قوية ضد ضيفه الأفغاني في مدينة مشهد الإيرانية ضمن المجموعة الخامسة ويمتلك نصور قاسيون تشكيلة قوية معظمها من اللاعبين المحترفين أبرزهم سنحرين ملكي وعبدالرزاق الحسين وعدي جفال فيما اعتذر هدف الدور السعودي عمر السومة لأسباب لم يعلن عنها وتلعب في المجموعة ذاتها سنجافورة مع كمبوديا فيما ترتاح اليابان ترجمة نانسي قنقر